شاهدنا الكرام أهلا بكم مجدداً إذن اليوم تأجيل موعد رئاسية الربيع جوية بين التمديد والإنسداد وتوقفنا في نقاش حول الحوار وأعطيك الكلمة الأستاذ عمار خبابة حول قضية الحوار لكن نحب أعرج إلى آليات مثلاً لتجاوز عقبة رئيس الدولة المؤقت وأيضاً حكومة بدوي كيف يمكن تجاوز هذين الشخصين والدخول في حوار وممكن الخروج من الإنسداد هو لابد أن أسس لهذا المطلب هذا أنه في البيانة المجلس الدستوري تكلم على وبعبارة قوية قال يتعين يتعين نحن يتعين توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في جو من الشفافية ومن الحياد وهذه عبارة قوية جداً ولابد أننا نفهمها كلنا تفهمها السلطة وكذلك يتفاعل معها الحراك أنه فيه أعلى هيئة دستورية أنها تقول شرطة ذهاب الانتخابات بتوفير الظروف توفير الظروف هذه مهمة حسب المدة 182 أستاذة باعتبارك خبير في القانوني أنا أحب نعود نرجع للأراء للبعض القانونيين يقولك أن الدستور الجزائري لم يتوقع حدوث حالة تعادم التقدم للترشح للانتخابات وهذا يعني أن المجلس الدستوري ليس من صلاحية إلغاء الانتخابات ما إلغاء ما إلغاء يعني تأجيلها تأجيل انتخابات ما يأجل ما ألغاء هو قال استحالة استحالة مادية نعم استحالة إدارية واستحالة مادية وقانونية لا يمكن أن تنظم انتخابات ورهم المرشحين هو المجلس الدستوري يعني لم يؤجلها قام بقال أنه استحالة إجراء الانتخاب ما ألغها ما علقها ما دل ولا شي ما عام يريد تكلمه وكان خبير دستوري يا قرام ليح البيان البيان أولا يتحدث عن قرارات أصدرها المجال الدستوري هناك قرارين مجال الدستوري يصدرون وهذه قرارات أستاذ خباب أول بيان قدامي كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة انتخابية من جديد واستكمال المصاري الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستوري هذا أعلان على أساس أنه يدعو إلى انتخاب لا ولكن هذا أسلوب الخبري هو راه يخبر فينا يقولنا بيان يودي استدعاء الهيئة انخبارة هو يقوم به رئيس الدولة من تحسير الحاصل ويقول وأنه رئيس الدولة يبقى في مكانه ولكن مش قرار ما قالش بيان قرر المجلس الدستوري رقم واحد بقاء بن صالح فيه هكذا نقول معك نعم سوى يقول لك الدستور هل حدد فترة يوجد فترة رئيس الدولة عنده تسعين يوم قابلة لتجديد سأقول لك المخلص الدستوري ينتهي في تسعة جوية لم يحدد فترة قيادة رئيس الدولة المؤقت في هذه المسأفات الظرفية هو قال بيلي ينظم انتخابات رئاسية انتخابات رئاسية حددوها ربع جوية ربع جوية قال أصبحت في حكم المستحيل يعني تتعلق بساطر تنظيم الانتخابات المهمة انتعوا انتهت من ناحية دستورية انتهت الآن تقولي لبن صالح اي ان زي تكمل على اي اساس كي ان المادة 103 فقط لتقول بيلي رئيس الجمهورية يبقى في مكانه في محالة اذا رحنا للدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية وتوفى واحد من المترشحين يعاد ترتيبات لمدة 60 يوم ويسمح بمرشحة اخر وفي هذه الفترة فقط حتى المجلس السوري لما استنبض والله اخذاء استعار استعار هذه الفقرة استعارها من المادة 103 اذن احبي يعممها طبعا هذا رأي هذه وجهة نظر وجهة نظر فقط لانه هذه النقطة هذه رأي في المادة 103 ما كانش في اي مكان اخر الا في المادة 103 والمادة 103 صريحة ستتحدث على الدور الثاني لما يكون هناك دور الثاني ويتوفى والله يكون هناك استحالة لواحد من المترشحين لابد من المرشحة اخر لابد من المرشحة اخر لازم نروح الى 60 يوم تتم فيها هذه الترتيبات فقط هذا انه يبقى في مكانه لحين انتخاب رئيس اذا مادة هناك ما مش مناورة للخروج يعني حتى ارضاء للحراك استاذا ننهي هذه الفقرة حتى كنا نقرأ بيانت مجلس الدستور لما يقول بانه رئيس الدولة المهمة الاساسية انتاعه في الدستور هي تنظيم انتخابات رئاسية الان هو فاشه لا في تنظيم هذه الانتخابات انتهت مهمته لابد ان نبحث على الية اخرى طبعا مدام فيه رأي وفيه يعني تصور انه لابد نبقى لاصقين في الدستور ولو في قشة من الدستور روح الدستور ما عليش بالصح خلينا كامل نتفق اننا رأينا نلعب خارج الدستور مجيش ناس يلعبوها علينا يقولك باللي لا نحن وراءنا ما تمسكين دستور وهذا دستور لا نحن الآن نتحرك خارج الدستور فنتفق وتكون هناك تنزلات نجيك للسؤال تاك اذا تنزلات من عندي من عندك هذه هي تنزلات تنزلات معناها ماذا هو اننا نتحرك خارج الدستور اصبحنا الآن نتحرك خارج الدستور لابد ان يعلم الجميع وان يعلم الجميع اننا نتحرك خارج الدستور انا مؤسسة الجيش سوصر على البقاء داخل الدستور ما كانش دستور ما كانش مادة في الدستور تنظم هذه الحالة ما كان حتى مادة تنظم هذه الحالة اللي أنا فيها اذا نجتهد ما عليش في هذا في هذا العمل في هذا الاجتهاد نستأنش بأحكام الدستور ما عليش هذا اجتهاد القانوني نستأنشوا بأحكام الدستور نعم أياً اجتهدوا مع بعضنا وندروا حوار ولذلك الناس يقولوا أول حاجة وعربون تعثيقة هو استقالة حكمة بدوي ما يجوش يقولون نابلي لا لا يمكن استقالة حكمة بدوي لأن المادة ميوربعة لا تسمح لرئيس الدولة أنه يعيد يوجهنا لنخدم رأنا نتحدث خارج دستور ما لازم ترجعني للدستور هذه هي العودة إلى المادة السبعة بما أن الحركيين هذا هو المظلة المظلة القانون الدستورية لكل حلول سياسية ونتحدث ونسمع بعضنا ونفهم بعضنا باللي رأنا خارج الدستور رأنا نحوص نبحث عن حلول نستنبط من روح الدستور فكما تستنبطوا أنت استنبطوا أنا إذن لما نقول حكومة بدوي يجب أن تروح ودي حكومة أخرى ما تقول ليش باللي دستور لا يسمح بذلك لأننا نتحرك ما يضمن أن هذه الحكومة الأخرى ربما تلقى إجماع من طرف الحركيين نتفق خاصة أن الحركة الأستاذ رافع ثقفة مطلبين شوف نقولك هذا حركة هذا ما هوش كيين هو عبارة عن أفراد تتحرك شعب نحن جزء من هذا الحرك لما نتعاون كامل ونتفق على لغة واحدة نفهم الحركة شابات جي فئة تفرض على فئة أخرى رأيها الحركة ما يقبلش أستاذ مولود أحشرف بنسبة الاجتهاد السياسي الآن تحدثوا عن المخارج الدستورية لكن الاجتهاد الطبقة السياسية ما هي الحلول الممكنة الآن بعد إلغاء موعد الانتخابات الرابع جويل هنا شكرا هنا الاجتهاد السياسي نحن في منظورنا وقلناها ميرانا وتكرارا يجب أن يكون تحت قبة حوار جامع هذا هو الحل من يرعى هذا الحوار جامع؟ حوار جامع بين كل أطراف ترافقه مؤسسة الجيش ترافقه مؤسسة الجيش وهذا الحوار يكون جامع حوار صريح يعني أهدافه واضحة في الأخير نحن الأهداف نتعه باش نديروا آليات للذهاب نحو انتخابات النازيعة ونديروا رئيس تمهوريا لهذا البلد وفقا للإرادة الشعبية من هذا الحوار ستنبثق عنه الحكومة ستنبثق عنه أناس توفقيين على كل مستويات وهم موجودين لذلك نحن يجب أن نبتعد من التخندوقات والحسابات الضيقة لأن عادة هذه الحسابات الضيقة هي اللي تقود للانسداد واحد يقول لك سمحي لي بالعامية يقول لك أفولي طياب أنا هذا هو الحل ولا مكانش دا ما راكش وحدك في الجزائر هنا لك أطياف هنا لك أراء هنا لك اجتهادات لكل هؤلاء وما نقدرش نقوله إذا اجتهادك لا يوفق اجتهادي أنك أنت خاين ولا أنا وطني لا هذه الأمور ستقودنا أكثر إلى الانسداد بل العكس اجتهاداتك مع اجتهاداتي نقعده في طاولة حوار نأخذه نعطيه ونأخذه القواسم المشتركة كانت تعناه ونمضي بها نحو الحل والحل السريع نحن نؤكد على أن الحل يزم يكون دقيق أي شخصية توفقية على رئاسة الحكومة وحكومة كفاءات مش حكومة وفاق حكومة كفاءات لخشو كان ديروا حكومة وفاق اللي هي حكومة أحزاب ورؤوسية هذه الناس نقعده في نفس المشكلة لا إحنا حكومة كفاءات كلون في قطاعه باش ما يقولك لك أن رنز لك أن تصريف الأعمال وحتى أنها ستعيد بث الثقة عبك المواطن المواطن الآن لا يثق في إدارته العمومية لا يثق أكي شفت الوزارة لما يخرجوا للشارع إذن ما نقدرش نقعده في هذه الحالة لما نجيبوا حكومة جديدة مقبولة فنعطيه نفس جديد ونؤكد ونؤكد على نقطة وضرورة الذهاب إلى حوار جاد وصريح بين كل أطياف المجتمع وبين كل الحساسيات والإديولوجيات أصدر علي ربيش هل الآن في هذا الوضع الجلوس إلى طاولة الحوار ممكن طبعا ممكن ولا شيء متأخر ولا شيء مستحيل إذا توفرت النية عند الجميع إذا توفرت النية أنا نخرج من الأزمة لكن إذا كان لحبة الناس أنا نشعر الآن لما تحدثنا عن السياسيين في حالة تموقع ليس في حالة بحث ربما عن حلول سياسية هذه الإشكالية لكن أنا قلت أنا تكلمت فيما سبق قلت إذا كان فكروا بمنطقة الدولة نمضوا ونمشيوا إلى الحلول لكن إذا كان باسم التخندق الفكري والإديولوجي ليس لنخرجوا من المشكلة يعني البعض رأي يختصر الجزائر وشعب الجزائر في الحزب بتاعه وأصلا الحزب بتاعه لو كانوا يروح لانتخابات ما يديواله كان بعض الأحزاب رأي تمثل رحب اللي هي الحراك وهي الشعب وبعدين لما رحوا لصندوق هراها رايبان الغذ من السامين لهذا أعتقد أنه الآن الإشكالية هي وإننا كيف نخرج من الأزمة كيف ننضي إلى الحوار الآن مسألة التشكيك الآن نشكه في كلش ونخونه في كلش وقال لا لا إحنا ملاش ماشيين هذه ثاني مشكلة لأنه الشعب الجزائري هو وش راي نطلب منه يطلب يخرج يوم الجمعة يعبر يستمر يستميت ويرا يحقق في المطالب بتاعه لكن الشعب الجزائري هل هو سيستمر في الحراك إلى مدى الحياة هل هو أن الحراك لديه ربما بياناته الخاصة ومؤسسة الجيش لها بيانات يعني الطبقة السياسية في جملة ذلك أين يعني كيف يمكن أن نقدم الحوار في مبادرات يمكن تفعيلها في أرض الواقع موجودة طبقة سياسية المعارضة لا يمكن أننا قلت فيه أكثر مرة لا يمكن أننا نضع كل المعارضة في سلة واحدة هناك رموز في المعارضة موطنية تحب نخرج من الأزمة وهي تصطف إلى جانب الشعب الجزائري لكن هذا الجو تخوين والشك في كل شي حتى يعني القرارات التي تخذت على مستوى القضاء إذا تذكروا البعض قال هذا سيناريو البعض قال هذا محاكمة انتقائية طيب وش الحل وش المطلوب لا هذا أمر يفسد للجو للمناخ هذا النية للخروج من الأزمة الحوار موجود أنا أعول على شخصية وطنية مستقلة ستكون بدل بدوي حكومة تكنقراط تصرف لنا الأعمال ثم ننضي إلى الحوار ليخرجنا شيء مهم آخر وش هو التي ستنظم الانتقابات هذا هو مربط الفارسط لأن الأحزاب السياسية من حقها تخاف لأن التزوير وآلة التزوير كانت شغالة الشعب لم يكن يجي ينتخب في المنسبات الانتقابية لأنه كان يعرف الذي الصوت تعود سيتم تحريفه اليوم هذه الهيئة التي ستخرج من الحوار ولا نتمنى ولا نريد من الحكومة الجديدة التي ستكون أنها تخرجنا حكومة هيئة مستقلة وتعين الشخصية بشكل مباشر دون الحوار هذا خطأ نتمنى أنه لا تقع فيه يجب أن يفتح الحوار ونجوة وطنية يخرج منها رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة ونمضي إلى انتخابات رئاسية بشكل سريع لأن الوقت لا يتحمل وفي صالح الجزائع سيد عمار خبابة تصورك لأليات الحوار الآن في هذا الوضع أنا أظن بالليل الحوار لازم يكون مش مشروط لازم يكون جدول الأعمال تعود محدد مسبقا لازم حوار يجب أن تأطير وتنظيم أيضا طبعا لابد أن تحضر فيها يعني الطبقة السياسية تحضر فيها الشخصيات الناشطة اللي رأي في الحراك تتحرك مختصين وممثلين شباب وممثلين للحراك مجتمع مدني طبعا المجتمع مدني نقاباتي لغير ذلك ويكون هناك حوار مفتوح ما يكونش هناك يعني ما ندروش هذا هو اللي ينقصنا لا ينقصنا لازم يسمعوا بعضانها لكن هذا الحوار ألن يطول من الذي يضمن أن هذا الحوار سيأتي خاصتنا مع الاختلاف يعني هنا قعدنا لأهداف لأنه نحن الأولوية نتعنا اليوم أنه نضمن انتخابات مستقلة طبعا هو بيحوارها واضح بيحوار بيحوارها واضح بيحوارها أعطانا محور فهذا المحور هذا هو الذي يتم تدعي يعني يكون حوار نحو كيف يمكن أن ننظم الانتخابات شفافة عن طريق آلية وهي هي هيئة المنظمة والمراقبة والمشرفة وكذلك تغيير قانون الانتخابات وإلى غير ذلك لكنها ورشة كبيرة لما تحدث عن تغيير قانون تقرأات ما يشهدها كبيرة يتم تقسيم يجب أن تمر على الاستفتاء على البرلمان أيضا البرلمان غير معترف به أصلا أستاذ عاما غير معترف به ولا غير معترف به لما السلطة هذه تعلق الحوار تصمحي تتوفقها تتوفق ياشيدي نروحوا للحوار ونشوفه على الأقل نميزوا لنظقنا شهرين ونثلاثة وننتكلموا عن الحوار هذا ما لحقناش له كيف أهلياته وأيضا من يرعاه ومع من أيضا أطراف الحوار تطرح مشكلة حتى الآن هناك اجتهاد سياسي هناك مبادرات سياسية ولكن لم تفعل أستاذ عاما لا يشهدوا هذه المبادرات وذلك ما نتكلم مش إليها الآن ممكن تكتب على الحوار أخرى تجدها مع ناس خلين وعندهم مبادرات وعندهم وجهة نظر وسينظم هو أول حاجة البادرة لازم تصدق النيات أنا نظل ويجمع تخلمنا وفي كثير من الأماكن الأخرى وفي كثير من الفضاءات أول حاجة لازم استيعاد الثقة هو استيقال حكومة بدوي تعيين شخصية توافقية تحظى بالقبول هذه الشخصية من يعينها يعني هذا الشخصية يعينها رئيس دولة هو يعينها هو منفض شعبين أستاذ عمر خباب يعني رأنا في حلقة مفرغة سحنا رأنا أزمع رأنا نتقدم شوي ربما الحرك يرضى لا عجي يرضى لا نحكموا عنها يقبلنا ويقدر سيبن صراحي يجبنا سيخ بابا يديرونا رئيس حكومة نقبلوا به أو لا نقبلوش ممكن نقبلوا به ربما يعينونا رئيس حكومة توافقي ممكن الحرك يقبلوا يرضوا به فسيدي إحنا إليك نجابوا واحد نسم لا إحنا نروح نخرج إليك شماع لنا وجه لا عنا مشكلة كما تحدث يخرجنا شخص الآن لاحظت أستاذ أعمار خبابا لما نتحدث عن شخصية توافقية يتم تخوينها لا لا هذه كرة هاي يقول لا حتى شوفي هذه كبيرة تسييس هذه كرة متحدثوا على المرحلة انتقالية ورئيس للدولة نبحث عن أشخاص نبدأ بشوي خير مدام ما نقدرش نديرو كلش نبدأ ونديرو حاجة بحاجة استيقالة الحكومة تعيين شخصية توافقية نعم الحراك نشوفه الحراك احنا وقلنا لتعيين شخصية يعني نازيها وما هيش فاسدة وتوافقية سنتحدث مع الحراك هنا أعضاء موجودين في الحراك هذا نتكلم مع الناس والناس تتكلم معنا ونقول بيودي هذا سي تقبله ربما لا على الله ربما مش الحراك يقبل ولا لا ممكن هو لما ينال هذا الرضا من الحراك أو من جزء كبير من الحراك يبدأ في المشاورات يبدأ في المشاورات مع الطبقة السياسية مع الشباب في الحراك مع الممثلين مش ممثلين ولكن على الأقل فاعلين في الحراك فاعلين فعالية فعالية في الحراك كي هنا نقابات كي هنا شخصيات يتكلم مع هذه الناس ممكن كي نتفق على آليات ما هي الآلية قال أولا نباشر نعين شخصية وفقية لرئاسة الهيئة الهيئة الإشراف على الانتخابات ونبدأ كذلك نفكر في أعضاء هذه الهيئة أوه هكذا لازم حاجة خطوة بخطوة ولكن نقول لك هذا الأمور لازم يقبل استدعاء الهيئة الناخبة لأن لو تم ذلك لا خطر لابدينا في تطبيق الأجندة تعالي السلطة بدون استشارة فراح نزيد استدعاء ندخل في انسداد آخر في هذا الظروف هل رضا الحراك ممكن استد مولود أحشلف أكيد لأنه لما نتكلم يعني بعض عن الشخصيات حتى عن شخصية بن صالح لما شوفي لما السلطة في كل مرة تريد أن تطبق أجندتها هي رفض يكون فوري من طرف ساحات العمومية يرد يوم الجمعة يعني مباشرة لكن في بعض الأحيان ويكون نشوفه لما مثلا المادة 102 اللي احنا كنا يعني قلنا بلي ما يش حل لكن في الأول المادة 102 لما سمحت فتحت باب لاستيقالة الرئيس تجاوبة مع الحراك تجاوبة مع الحراك كان يشوف وش كان من بعد لكن لما احنا قلنا 102 يستقل الرئيس نحبسه نروحه لـ 87 نروح الدستور لما تمكت وقفت الحراك يعني عاود تدافع على إيراته هنا نشوف بلي هناك انتليجنسي لدى الشعب الجزائري وعي كبير ونحن هنا ندير اجتهادات ونحاول نجحة أصابة لنتصب نزيد العاود نشوف أمر آخر ولكن بسرعة البقاء في هذا الانسداد لا يلق بأحد ثانيا يجب أن يعني كما يقولون نكبر عقولنا لما ننادي بالديمقراطية ونقول أنه نحن الديمقراطيين في بعض الأحيان يعني إخوة سمحهم الله يقول أنه هو الديمقراطي في نفس الوقت يلغي آراء أخرى ويلغي توجهات أخرى وإن كانت أقلية أو متوسطة أو غالبة يه احنا المشكلة نتاعنا في الجزائر منذ مدة طويلة أننا لا نسمع بعضانا البعض أننا لا نتحاور مع بعضنا البعض ويجب أنه لما نجلس نتحاور مع بعضنا البعض نحطه كل شيء جانبا ونعلي والمصلحة الوطنية لأنه لو كان نبقى في حساسيات وأننا نقولك بحكم يعني التجربة الصغيرة شفت أنه في كثير من الأحيان هناك حساسيات شخصية أكثر منها حتى إيديولوجية بين أطراف معين لكن لما نقولنا الديمقراطي لازم نحترم كل آراء الآخرين ويكون صدري صدري رحب لسماع انتقادات لسماع آراء أخرى هل هي مستعدة أن تلتقي في حوار بدون أجنداتها بدون بعيدا عن التموقع وفق ما نعيشه الطبقة ملزمة بذلك لأنها إن لم تكن كذلك ستقصى أوتوماتيكيا من المشهد السياسي لأن المشهد السياسي اليوم في الجزائر ماذا يحتاج ويصر على يصر على الجمع يصر على الوحدة يصر على ضرورة حماية الدولة الوطنية يصر على ضرورة حماية يعني المبادئ والأساسيات تحت الثقافة الجزائرية من يلعب في غير ذلك في إيديولوجيا في التخندق لحسابات شخصية سيجد نفسه أوتوماتيكيا خارج لعبة لأنه سيرفض من طرف الوطنيين الأحرار في المشهد السياسي سيرفض من طرف فعاليات الحراك الشعبي يعني سيجد نفسه هو في مأزق إذا أنا من خافش من هذا من هذا يعني النقطة بالذات لأنه التصور الجامع اليوم يسير نحو نحو الإجماع أنا لا يمكن أن أتصور أنه نصير نحو نحو أمور بدون حوار وتوافق لأنه نعاود نطيح في أزمة أخرى أزمتنا يعني تقريبا منذ الاستقلال ويش قاعدين تحدثوا قاعدين تحدثوا على أمور شرعية توافق إرادة شعبية مختصبة أنا نظن أنا نظن أنه هناك نية حسنة عند الجميع أقول جميع عند الجميع لكي نتجاوز هذه الكليشيات كما يقولون النواية وحدها تكفي خاصة أنه لدينا الحراك دين الأخت الكريمة نعطيك نقطة ولغي البارح كنت نشاهد في وحد الأنساء متخرجة من هارفرد جزائرية وإن قالت كلمة ذو معناه عميق أنه في بعض الأحيان الأمور البسيطة اللي نستهزو بها هي لتبنينا أمور عظيمة في المستقبل نعم صدق النواية صدق النواية يتبعها آليات للحفاظ على هذه الشفافية لأنه وحد يقولي وش كوني اللي يضمنني أنتم ما كنت قولوا انتخابات نازيها واروح وش كوني يضمنني ما نزورهش نحن سنضع هذه الآليات لكي لا تزور هذه الانتخابات وآليات لتزرع ثقة كصص والمواطن اللي روح ينتخب ولا المترشح اللي روح يترشح نعم والآلية الأكثر قوة هي الشعب هي الشعب إذا كان قطع كل هذه 15 جمعة وانتون هالانتخابات يروح يرقد هذه تانية مشكلة لأن الشعب الضامن الواحد للصندوق حتى لا يسرق صوته أنه يبات مع الصندوق إلى غاية غدا الهيئة ما هو وزارة وزارة الداخلية الذي سيعلن عن الانتخابات كل جمعة لأسا تجرب الخامس لا يبدأ للشعب الجزال أن يخرج ويطمر ويحرص الصندوق اسمع لي كذلك مسألة الطبقة السياسية والنية لأنه كان بعض عناصر الطبقة السياسية وبعض رموز المعارضة نصبوا أنفسهم سلطة أبوية لهذا الشعب وأنهم يريدوا أنهم يكونوا هما اللي يقودوا هذه الحراك ويتكلموا بسمى السعب الجزال ولكم على أرض الواقع ما يسوى ولا شيء بالعكس أنا نحيي كل حزب سياسي كل شخصية وطنية تريد أننا نذهب الانتخابات أما مني تريد أن تلعب دور الوساطة حاولت أن تؤثر مطالب الحراف وهذا حقها ما عليش ما عليش من حقها أنها تبادر بالشدق النواية لكن خبث النواية أنك تريد أن تنحرث بهذا الحراك أو تلون هذا الحراك أو أنك تدخل الجزائر في ماتهات وفي قلاق فهذا خطر وخطر على وحدة وأمن واستقرار الجزائر لأنه أنا قلت لك الإعلام صنعنا وحد الشخصيات رغم يظن بليهم رغم يحاكم المشهد غير صحيح الانتخابات والصندوق سيعرق كل هؤلاء ويعطي فرصة للبعض لهذا أعتقد اليوم صدق النواية ومنطق الدولة هو المفيصل في كل هذا لأنه والله يسائمنا من بعض الشخصيات للأسف الشديد الآن رهي تريد أنها تخترق هذا الحراك وتلون هذا الحراك بوحد الشعارات ووحد البرامج ما تخدمش مناش في هذا الوقت باش نروح لهذه الأشياء لغير كنت لما تكلمنا على مراقبة الانتخابات أنا قلت من الأمور رائعة لهذا الحراك والوعي اللي خلقه أنه ما سنراه في الانتخابات القادمة احنا كنا نشوفه في السابق أنه بشدير مراقبين تالانتخابات رح تخلصهم هذا ما كرسه النظام السابق وهو الزبائنية يعني كل شيء تخلص عدد المكاتب يعني كبير جدا لكن هذه المرة أنا أتوقع من شبابنا أنه سيناضل حقيقة ورح يعس صندوق عندما يتصالح مع السياسة ويتصالح مع العملية الانتخابية هناك وعي هناك وعي هناك وعي كبير لدى الشباب الجزائري ولدى جمهة الشعب على ضرورة حماية صوت والإرادة الشعبية صحيح أنا نقول لك ورانا في هذا البلاتو في أواخر رمضان أن الشعب الجزائري في الانتخابات القادمة لا أدري وقتاش يكون الوقت انتاحا لكن لما تجي انتخابات سترون الملايين صحيح من دون أوراق اعتماد سيحرصون سندقهم على ما خارج مركز الانتخابات وهذا أكبر ضمن لشفافية العملية الانتخابية تتوقع أن يتصالح الجزائريون مع الانتخابات لأنه أكبر عدد المقاطعين للانتخابات هما شباب تفاعلين أبثوا أنك متشائم أستاذ عمار ليس متشائم ولكن أنا أظن الطريق ليس سهل ليس بهذه السهولة أنا نقول بلي اليوم العوار التفاعل من باب أستاذ عمار خبابة كنت تتوقع أنه في 22 فبري يكون بهذا الوعي بهذا القوة بهذا الصلاة كنا نتوقع وإحنا كنا دائما في تنسيقية حرية الاتقال الديمقراطي كنا نقول بلي رأي جي انفجار كل مرة نقول هم كنت تتوقع يعني 22 فبري ما كنا نتوقع ربما الحجم نتوقعه ولكن كنا نتوقعه 2014 تذكر يعني مع العهد الرابعة كان هناك كنا مجموعة طيب يعني تتوقع أنه سيتصالح الجزائري مع الصندوق ويذهب للانتخابات أنا أجب أن نقولك حاجة أنا نظلم للحوار الآن مش وسيلة أنا نقول لنا نشوفه فيه غاية رغم أنه مفروض يكون وسيلة للخروج من الانسداد ذكرها عندنا هنا ولا غاية أنا أملي أملي أننا هذا الحراك وهذه الطبقة السياسية وهذا المجتمع المدني يلتقي في اجتماعات كما رأنا نتلاقاه مثلاً في مجموعات مصغرة على الأحزاب ومع النقابات ورغم أننا نختلف فأتمنى وأننا نلتقي في هذا الملتقى تا حوار أنا نقول لك بالله يراه ولا الآن ولا بالنسبة لي نراه هدف هدف بعد في الحوار نهضر على الانتخابات نهضر على هيئة نهضر نهضر على كل شيء ولكن أنا نقول لك الآن رأنا إن شاء الله ماذا بينا نروح للحوار لأن الحوار أصبح غير ممكن ضرورة ملحة الآن في هذه الضروف أصبح هدف لابد نروح الحوار نسمع من بعضنا حتى وما نتفق لإيجاد الحلول ما عليش بداية خطوة شوفي نسمى المشهد كامل يلتقي أحزاب جمعيات منظمات ممثلين للحراك أو أشخاص يعني تمثيل للحراك خلينا ما يعني معناها أنهم يمثلوا الحراك وإخنا على الأقل أشخاص فعاليات من الحراك تلتقي يا سيدي خلينا نهضر نتكلموا ونديروا جدوا الأعمال لاشتنا نقطة واحدة وخلي ما نفهموش ما عليش لا يفسدوا ما عليش خلينا نلتقي لأن اللقاء اليوم أصبح اللقاء ذهاته ضرورة ملحة سيد عمار خبابة حقوقي ونشط سياسي شكرا جزيلا على شريفك في حصة في المزاد وأشكر أيضا أستاذ مولود حشلاف عضو اللجنة المركزية بحزب طلائع الحريات شكرا جزيلا وأشكر زميلي علي ربيش محلل سياسي من عدتنا منجوش هذه الفترة هذه القنوات ولكن أنت ألحظ لا ألحظ صح عيدك سيد عم صح عيدكم صح عيدكم صح عيد شعب الجزيلا إذن مشاهدنا الكرام وصلاك ختاب في المزاد صح صحركم إلى اللقاء شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا